وتوضيحاً لظهور سمو ولي العهد بلباس خلال زيارة الأضرحة الملكية يختلف عن لباسه خلال الاحتفال في صرح الشهيد قال مصدر إن الوشاح الذي ارتداه سموه خلال الاحتفال بمئوية الدولة في صرح الشهيد مرتبط باستقلال الدولة وبأيد الجيش ولا يرتدى خارج المناسبات وأضاف المصدر أن جلالة الملك أيضاً لم يزر الأضرحة بلباس الاحتفال الذي جرى في صرح الشهيد بمناسبة مئوية الدولة وذلك بسبب ارتباط لباس العرش بمناسبات محددة وأشار إلى أن لباس جلالة الملك وسمو ولي العهد خلال زيارة صرح الشهيد يرتبط بمراسم الزيارة وأوضح أن جلالته ارتدى خلال زيارة صرح الشهيد لباس العرش وهو يرتديه لدى إلقاء خطاب العرش في مجلس الأمة وفي المناسبات ذات الطابع الرسمي مضيفاً أن اللباس له دلالاته ومرتبط بتاريخ المملكة ومئوية تأسيسها وحمل اليوم دلالة رمزية تتمثل في تحية العرش لشهداء الوطن